أستاذة فاطمة تتفضل السلام عليكم يا مولان وعليكم السلام ونحط لبكاته أستاذة تفضلي أستاذ الله خيرا يا مولان وجزيكم الله أكرمكم تفضلي أستاذك أنت دايما بتقول أن فيه لما تتلاقي مشاكل بين الأزواج وكلا بقولهم تعالوا لي عندنا في مركز الإنشاء الزواجي أستاذ حضرتك إحنا ما نعرف في حاجة عن الموضوع ده خالص يعني ما فيه إعلام عنه ولا يعني الحاجات الجميلة دي ما حد تيعرف عنها حاجة يعني طيب يا ستي إسمعي بقى مني إنت عندك سؤال ولا هو ده بس كلام حضرتك لا هو ده لأننا إحنا إسمعين طيب إسمعين أقول لك حاجة مركز الإنشاء الزواجي دوت صدر بقرار من فضيلة مفتي الجمهورية في 2007 وصدر بقرار وتم تشكيله ومركز الإنشاء الزواجي دوت مركز فيه شوية أمور مهمة جدا إنه مركز في الحقيقة يتعامل مع المشكلات الأسرية بعد ارتفاع نسب الطلاق يتعامل معها بشكل علمي دقيق جدا جدا المركز عنده أربع أنشطة فيه نشاط يتعلق بالإرشاد الزواجي اللي هو المعنى الأساسي اللي فيه إنه عنده لجنة الإرشاد الزواجي بيكون فيها ثلاث أعضاء عضو شرعي وعضو من الجانب النفسي وعضو كمان من التطوير الحياتي وعندنا كمان عمل يتعلق بالتسقيف عندنا جملة من الأشياء بتتعلق بالتسقيف عندنا بس أسبوعي بيكون بيتعلق ببعض المشاكل التي تتعلق بمسائل الزواجية بنتعرض لها بالتحليل وبيكون فيه عنصر من الجانب النفسي وعنصه من جانب الشرعي ويكون دوت على صفحة دار الإفتاء المصرية الحيات الثالثة فيه كمان عمل ثالث وهو الجزء الذي يتعلق به الجزء اللي يمكن نسميه التأهيلي اللي بيتعلق به إزاي بنكسب كثير من الأزواج اللي بيتعرضوا لبعض الأمور ببعض المهارات المهمة وده بيكون فيه جلسات للإرشاد الجماعي بتكون في دار الإفتاء المصرية وإحنا عملنا في نفذنا في السنة الماضية أكتر من ست مجالس للإرشاد الجماعي بنتكلم عن أشياء شديدة العلقة بمسائل المشكلات الزوجية زي التعافي من الخيانة وزي الكلام كمان عن مسألة التواصل وسوء التواصل ما بين الزوجين زي الكلام عن اختلاف أنماط الأزواج زي الكلام كمان على العنف الأسري كل الكلام ده بنكلم عنه فيه بيبقى فيه طرح لمدة عشر دقائق من السادة الحضور اللي هو العلماء الحضور ثم بنفتح الكلام مع الأزواج اللي موجودين عشان نتكلم معهم فيه جزء أخير جزء بنتكلم فيه تقديم الاستشارات وده بنخرج فيه أوراق عمل وبنقدم فيها جملة من البحوث تساعد متخذ القرار في التعامل مع قضايا ارتفاع نسب الطلاق وإزاي نوصل في الارتقاء في هارم الزواج من التوافق إلى الرضا إلى الاستعادة الزوجية أنا أكلمت حضرتك بشكل بسيط إحنا المركز الإشارات الزواجي موجود في دار الإفتار المصرية في الدور السابع وبيستقبل الأزواج والزوجات اللي هم عندهم تحديات في علاقتهم الزوجية وبنحدد لهم موعد وعندنا حاجة زي ما موجودة في أرقى المؤسسات الموجودة في العالم إن إحنا عندنا في الأول خالص فيه لقاء تمهيدي بناخد المعلومات الرئيسية عن المشكلة الموجودة ثم بعد ذلك بتكون الجلسة اللي ممكن تستمر المدة أكثر من ممكن تصل إلى بعض الحين إلى ثلاث ساعات لإن إحنا بنوعد نركز ده غير ما نوصل لجذر المشكلة ونتعامل معه بشكل واضح وبشكل دقيق وبشكل علم أرجو أن أكون كلمت حضرتك بشكل مختصر عن نشاط مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاءة المسرية